والآن مع الدرس الثالث وهو بعنوان الحياة الاجتماعية عند المصريين القدماء تمتع المصري قديما بالاستقرار والتماسك الأسري بعد معرفة الزراعة عندما استقر المصري القديم حول وادي النيل تكونت الأسرة وبنى مسكنه من الطوب اللبن أي المصنوع من طمي النيل أيضا اهتم المجتمع في مصر الفرعونية بالمرأة سواء كانت أما أو ملكة وأتاح للمرأة فرص عمل في مجالات مختلفة كالزراعة والكتابة والطب والقضاء سؤال اختر الإجابة الصحيح بنى المصري القديم مسكنه من نقط الطوب الأحمر أم الأسمنت أم الطوب اللبن أحسنت بنى المصري القديم مسكنه من الطوب اللبن كانت الزوجة تعاون زوجها في معظم الأعمال فكانت تقوم مع أبنائها بأعمال الغزل والنسيج وغزل الكتان وكان الفلاح يعمل في حقله طول اليوم يزرع القمح والشعير لصناعة الخبز والكتان لصناعة الملابس وكان الأطفال يذهبون إلى المعابد ليتعلموا نعمت الأسرة المصرية قديما بالاستقرار والأمان ما السبب؟ وذلك بسبب عرص المصريين قديما على المسواة ونشر العدل وساعد ذلك على التماسك الأسري والحفاظ على العادات والتقاليد هل هناك أمثلة تدل على ذلك في مصر الفرعونية؟ نعم رقم واحد الملكة حتشبسود التي عملت على استقرار البلاد ونهضتها في مختلف المجالات وتركت آثارا عظيمة تدل على نشاطها وحيويتها في إدارة البلاد رقم اثنين الملكة والزوجة والأم من؟ تمام الملكة يا حتب التي شجعت زوجها سقن الرع الذي قتل وهو يحارب الهكسوس وشجعت ابنها كامس على قيادة الجيش لمحاربة الهكسوس الذي قتل أيضا أثناء الدفاع عن البلاد ولم تيأس وشجعت ابنها أحمس في قيادة الجيش حتى انتصر على الهكسوس وطردهم من مصر وهي بذلك أعطت الدليل على الولاء والانتماء لهذا الوطن سؤال اختر الإجابة الصحيح شجعت شجعت نقط زوجها وأبناءها على طرد الهكسوس من مصر هل هناك أعياد عند المصريين كان هناك أعياد عند المصريين القدماء مثل عيد الحصاب عيد الفيضان ويحرص آلاف السياح من جميع أنحاء العالم على زيارة الأقصر سنويا ليحتفلوا مع مصر والعالم بتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني في يوم عيد ميلاده ويوم جلوسه على العرش وحاول التفكير معي في حل هذا السؤال اختر الإجابة الصحيح من أشهر النساء التي تولت عرش مصر الفرعونية وعملت على استقرار البلاد نقط الملكة حد شبسود أم شجر الضر أم صفية زغلود أحسنت الإجابة صحيحة الملكة حد شبسود ملخص الدرس في النهاية نكون قد توصلنا إلى معرفة رقم واحد تكوين الأسرات المصرية القديم رقم اثنين بناء المساكن قديما رقم ثلاثة تكوين القبيلة والمجتمع رقم أربعة دور المرأة في المجتمع المصري القديم رقم خمسة الأعياد عند المصريين القدماء البحر القبيل دور المصري توقف اشتركوا في القناة